لأن تريزا مي مكلفة بالخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ده الهدف الأساسي اللي تم تنصبها رئيسة الوزراء بريطانيا تريزا مي لو رجعنا لمعاد التصويت اللي كان ما يقرب من 18 أو 19 شهر تريزا مي كانت في الترتيب الوظيفي رقم 3 لو ديفيد كاميرون قالوا له خلاص انت ممتك انتهت فكان الأول بوريس جونسون واعتقد زعيم حزب الاستقلال اللي هو نيجي الفراج تريزا مي كانت الثالثة بوريس جونسون اعتذر نيجي الفراج حزبه حزب استقلال حزب ضعيف لا يمكن أن يترأس الحكومة في وجود المحافظين والعمال فبالتالي كانت الجائزة الكبرى لتريزا مي انها تكون رئيسة مجلس وزراء بريطانيا لكن هناك تعهدات ممن يدير المشهد السياسي داخل بريطانيا ان تريزا مي قادمة فقط للخروج من الاتحاد الأوروبي وكل التجارب اثبتت خلال الثمانية عشر شهرا ان تريزا مي تذهب ويذهب معها الاتحاد الأوروبي ويذهب معها البرلمان بالرغم من الانتكاسات التي حدثت بمعنى هي تسير في طريق الخروج بدليل ان البرلمان لما رفض بـ 432 رفض اتفاقية الخروج ولكن لم يرفض بقاء تريزا مي صحيح واحنا نحط هنا خطوط حمراء كتير جدا المعط عدوا المنوئين لتريزا مي في حزب المحافظين رفضوا النص النهائي لاتفاقية الخروج عشان شبكة الباكستوب او شبكة الانان اللي من الممكن ان تضع حدود ما بين ايرلندا وارلندا وتنهي اتفاق جمعة بلفص اللي انهت بالفعل الخلاف الازلي ما بين ايرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية ايرلندا التابعة للاتحاد الاوروبي والحزب الوحدوي الديمقراطي الايرلندي صوت ضد الاتفاقية لكنه وقف بجانب المئة عضو المناوئين لتريزا مي والرفضين لوجود تريزا مي في عملية عدم حجب السقة فكل الدلائب تشير ان هذه السيدة موجودة للخروج من الاتحاد الاوروبي باي طريقة وان كان البرلمان رفض عملية الخروج بدون اتفاق لكن في اجتماع اليوم استقفتني نقطة مهمة جدا الكل يتحدث ان هناك لا انفراجة مثلما غرد دونالد توسك ويونكر ان لا انفراجة في الافق التلوح او تؤدي الى طريق مفتوح للخروج الامن من الاتحاد الاوروبي لكن الكلام الذي صدر عن لسان تريزا مي للصحفين قالت ما رأيت وما سمعت من قادر الاتحاد الاوروبي انهم يريدون الخروج بالاتفاق ونحط تحت النقطة دي خطوط كتير جدا يبقى هي لحظة طيب بل شعرت ان هناك جو من الطمأنينة حصلت عليه بناء على ذلك صراحة عزيزة التصريب